حل أنظمة المعادلات الخطية باستخدام المحددات أو ما يعرف بطريقة كرامير لحل المعادلات باستخدام المحددات لحل المعادلات باستخدام المحددات نتابع الآتي أولا إيجاد قيمة المحدد العام أو ما يسمى بمحدد المعاملات دلتا رقم 2 إيجاد المحددات الأخرى محدد دلتا x ودلتا y ودلتا z إذا كان لدينا سلاسة متغيرات إذا كان لدينا متغيرين x y نقتصر على دلتا x ودلتا y إيجاد المجاهيل x تساوي دلتا x على دلتا أي قيمة محدد x على قيمة محدد المعاملات y تساوي دلتا y على دلتا أي قيمة محدد y على قيمة المحدد العام Z يساوي دلتا Z على دلتا أي قيمة محدد Z على قيمة المحدد العام إذا كان لدينا ثلاثة مجاهيل X, Y و Z أما إذا كان لدينا مجهولان X, Y نقتصر على X و Y فقط والمثال التالي يوضح ذلك حل المعادلات الآتية باستخدام طريقة كرامير للمحددات المعادلة الأولى 5X زايد Y يساوي 3 المعادلة الثانية X زايد 2Y يساوي سالب 3 من الواضح أن المعادلتين في مجهولين يتم حلهم باستخدام المحددات بالخطوات الآتية أولا إيجاد قيمة المحدد العام دلتا المحدد العام اللي هو محدد المعاملات نأخذ معاملات X, Y كما هو واضح معامل X خمسة معامل Y واحد معامل X واحد معامل Y اتنين نحصل على المحدد العام خمسة واحد واحد اتنين حيث العامود الأول هو معاملات X والعامود الثانية هو معاملات Y نقوم بإيجاد قيمة المحدد حاصل ضرب عناصر الكتر الرئيسي نقص حاصل ضرب عناصر الكتر السنوي هذا هو الكتر الرئيسي وهذا هو الكتر السنوي أي 5 في اتنين نقص واحد في واحد خمسة في اتنين عليها عشر نقص واحد يساوي 9 أي أن قيمة الواضح cant عاملات رقم 2 إيجاد دلتا X بإبدال العمود الأول في محدد المعاملات اللي هو دلتا بالثوابت 3 سالب 3 هي قيم الثوابت تم إبدال العمود الأول بقيام الثوابت والعمود الثاني يبقى كما هو 1-2 ثم نقوم بإيجاد قيمة المحدد بضرب عناصر القطر الرئيسي 3-2 ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي 1-3 3-2 يساوي 6 1-3 يساوي سلب 3 3-3 في سلب موجب 6-3 يساوي 9 أي أن قيمة دلتا X تساوي 9 إيجاد قيمة دلتا Y بإبدال العمود الثاني في محدد المعاملات بالثوابت دلتا Y يساوي 5-1 العمود الأول يبقى كما هو لا يتغير العمود الثاني نقوم بإبداله بالثوابت 3 سالب 3 ثم نقوم بإيجاد حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي 5 في سلب 3 ناقص حاصل ضرب عناصر القطر الثانوي 3 في 1 5 في سالب 3 يساوي سالب 15 ناقص 1 في 3 يساوي 3 سالب 15 سالب 3 يساوي سالب 18 أي أن قيمة دلتا Y يساوي سالب 18 الخطوة الرابعة إيجاد المجاهيل المجاهيل لدينا X و Y X تساوي دلتا X على دلتا دلتا X تساوي 9 على دلتا 9 أيضا 9 على 9 تساوي 1 Y يساوي دلتا Y على دلتا أي دلتا Y تساوي سالب 18 على دلتا بتساوي 9 سالب 18 على 9 يساوي سالب 2 إذن حل المعادلات هي X تساوي 1 و Y يساوي سالب 2 ويمكن أنت هذا الحل بالتعويض في أي معادلة من المعادلات السابقة بقيم X و Y مثال أوجد حل المعادلات الآتية باستخدام المحددات أو استخدم طريقة كرامير لحل المعادلات المعادلة الأولى X زاد 2Y زاد Z يساوي 4 المعادلة الثانية X ناقص Y زاد Z يساوي 5 المعادلة الثالثة 2X زاد 3Y ناقص Z يساوي 1 ها المعادلات ثلاثة معادلات في ثلاثة مجاهيل هما X والY والZ والأرقام الموجودة بجوار المتغيرات X و Y و Z تسمى معاملات والأرقام في الطرف الأيمن 4-5-1 تسمى قيم السوابت نقوم بحل المعادلات باستخدام المحددات بالخطوات الآتية الخطوة الأولى إيجاد قيمة المحدد العام دلتا اللي هو محدد المعاملات دلتا يساوي 1-1-2 العمود الأول هو عبارة عن معاملات X العمود الثاني 2 سالب 1-3 هو معاملات Y العمود الثالث 1-1 سالب 1 معاملات Z نقوم بإيجاد قيمة هذا المحدد بالخطوات المعروفة لإيجاد قيمة المحدد من الدرجة الثالثة فنحصل على قيمة المحدد تساوي 9 أي أن قيمة دلتا تساوي 9 الخطوة الثانية إيجاد المحدد دلتا X بإبدال العمود الأول في محدد المعاملات بالثوابت نقوم بكتابة العمود الأول أكذا 4-5-1 هي قيمة الثوابت أما العمودين الثاني والثالث كما هم ثم نقوم بإيجاد قيمة المحدد بالخطوات المعروفة فنحصل على قيمة المحدد تساوي 20 أي أن دلتا X تساوي 20 الخطوة الثالثة إيجاد دلتا Y بإبدال العمود الثاني في محدد المعاملات بالثوابت العمود الأول كما هو أما العمود الثاني فنكتب 4-5-1 أي قمنا بإبدال عناصر العمود الثاني بالثوابت العمود الثالث كما هو 1-1-1 نقوم بإيجاد قيمة المحدد بالخطوات المعروفة فنحصل على قيمة المحدد تساوي سالب 3 أي أن دلتا Y تساوي سالب 3 الخطوة الرابعة إيجاد المحدد دلتا Z بإبدال العمود الثالث في محدد المعاملات بالثوابت أي العمود الأول نكتبه كما هو 1-1-2 العمود الثاني كما هو أيضا 2-1-3 أما العمود الثالث فنقوم باستبدال عناصره بالثوابت اللي هم 4-5-1 ثم نقوم بإيجاد قيمة المحدد بالخطوات المعروفة فنحصل على قيمة المحدد يساوي 22 أي أن دلتا Z يساوي 22 الخطوة الخمسة إيجاد المجاهيل X-Y-Z قيمة X تساوي دلتا X على دلتا أي قيمة محدد دلتا X على قيمة محدد المعاملات 20 على 9 إيجاد قيمة Y Y تساوي دلتا Y على دلتا أي قيمة محدد دلتا Y على قيمة محدد المعاملات سالب 3 على 9 إيجاد Z تساوي دلتا Z على دلتا أي 22 على 9 أي أن حل المعادلات هو X تساوي 20 على 9 و Y تساوي سالب 3 على 9 و Z تساوي 22 على 9 ويمكن التحقق من صحة الحل بالتعويض في أي معادلة من المعادلات الثلاث بقيم X و Y و Z